بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابطر 8 part 8 moment of inertia نتكلم هنا على moment of inertia ليه؟ عشان نحسب الاستيفنس اللي هي اي في اي يبقى اي في اي هي عبارة عن الاستيفنس بتاعة القطاع وقلنا تعريف الاستيفنس اللي هي مقاومة المادة او مقاومة الممبر لحصول الدفلكشن واتعلمنا مع بعض ان الاي اي اللي هي الاستيفنس كل ما بتزيد ده بيؤدي الى كمية الدفلكشن اللي بتحصل بتقل طيب الاي اتعلمنا ازاي نحسبها محتاج اعرف الاي الاي اللي هي المدرس اف الاسطيستي بتاعة الخرصانة مشكلة الخرصانة انها مادة هتروجينيال وبالتالي الاي بتتغير حسب مكونات الخرصانة بمعنى نسب الاسمنت والركام والمية نوع الاسمنت ففي عوامل كتير بتفرق معايا في حسابات الاي فبنقول ان الاي بتساوي بتاعة الكونكريت دابل يو سي اللي هي اليونيت ويت بتاعة الخرصانة قص واحد ونص في تلاتة وثلاثين جزر اف سي طيب في النورمال ويت كونكريت الاي سي بتساوي سبعة وخمسين الف في مقاومة الضغط تحت الجزر يبقى دية الاي سي بتاعة الخرصانة في حالة النورمال ويت يبقى مجرد ان انا عرفت الاي وعندي الاي اضربهم في بعض يبقى دا الاستيكنس طيب دا السيكشن بتاع الخرصانة في حالتين في حالة حصل كراكينج او ما حصلش كراكينج الحالة الاولانية اللي هي بنقول بفور كراكينج بفور كراكينج يعني يعني الخرصانة شغالة معايا في السيكشن السيكشن كله شغال طيب لو حصل الكراكينج عندي بنقول ان الجزء دا كأنه مش موجود كأن الخرصانة مش موجودة وبالتالي موجودة عندي بس حديد التسليح والجزء دا اللي هو وده طبعا زي ما احنا شايفين لو خدنا سيكشن هنا السيكشن دا نتيجة المومنت بيحصل هنا او بيحصل تنشن التنشن دوت لما بيزيد بيحصل الكراكينج يبقى قبل الكراكينج دا شكل السيكشن بعد الكراكينج دا شكل السيكشن دا المنحنة اللي بيربط اللود مع الدفليكشن دا البيهيفير بتاع الماتيريال انظر لود بنشوف الدفليكشن ازاي بيتغير طب احنا عندنا مجموعة من النقاط A B C و D و E النقاط ديت بتعرف المنحنة A اللي هي الانتس أو في البيم كراك البيل كراكينج عند الميد سبان C اللي هي انستانتينيس ديفليكشن اندر السيرفيس لود C داش اللونغ تايم ديفليكشن اندر السيرفيس لود الدي والي اللي هي الييلدينج سواء عند الانتس او عند الميد سبان يبقى احنا شايفين هنا المنحنة عندي ده السلوب الجزء ده السلوب السلوب ده بيعبر عن ايه بنقول ان السلوب اللي هو اللي سيفنس دي كريزز از كراكينج بروغريسز بمعنى ان كل ما اللي سيفنس بيزيد اللي سيفنس بيقل وده واضح هنا ان الجزء دوت مثلا خلاص حصل فيه كراكينج يبقى الميل هنا اقل من الميل في الجزء الاولاني اللي هو ما فيهوش كراكينج دي كاميرا فاكست من ناحيتين ده المومنت اللي هو عند الانتس وده المومنت اللي هو في النص طبعا الكاميرا زي كده بيبقى ده توزيع المومنت اللي عليها ليه بنحتاج المومنت دوت علشان بعد كده نحسب الدفليكشن دي القيم بتاعة الدفليكشن according to ال-A-C-I دي المعادلات اللي بنستخدمها في حسابات ال-I واحنا قبل كده حسبنا ال-I نقدر نحسب الاستيفنس ترجمة نانسي قنقر